بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الورد والياسمية النهاردة هندرس مع بعض الجزء التاني من استعدادنا للعام الدراسي الجديد هنراجع مع بعض الجزء التاني من أقسام الكلام وهو الفعل أول حاجة نعرفها أن الفعل بيدل على حدث في زمن معين يعني حاجة حصلت في وقت معين الفعل لي ثلاثة أزمنة ماضي خلص وانتهى مضارع بيحدث الآن أمر سوف يحدث زي لما أقول نجحا ينجح إنجح طيب أول نوع عندي الفعل الماضي الفعل الماضي قلنا حدث وانتهى حاجة خلصت خلاص بقول سمعا جلسا أما الفعل المضارع بيحدث الآن ويستمر لفترة في المستقبل يفهم أنا بفهم دلوقتي وهستمر في الفهم أما الأمر حاجة لسا هتحصل كمان شوية لما أقول اقرأ لسا هقرأ افهم لسا هفهم اعمل لسا هعمل يبقى الفعل ماضي أو مضارع أو أمر ده الجزء الثاني من استعدادنا للعام الدراسي الجديد مستقبل فل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر